وانا يعني انا ما عنديش المعلومة دي انه عنده دكتور نفسي بس انا توقعت ان هو حتى الشخصية ردود افعال اللعيبة في ارض الملعب وخارج ارض الملعب كان ملعبات الاهلي مختلف تماما فالبوزيشن بتاع الطبيب النفسي ده اعتقدها حاجة جديدة على الادارة الفنية النادي الاهلي؟ جديدة في النادي الاهلي بس خلينا فرق معاك ما بين ثلاث حاجات ما بين الطبيب النفسي والمعد النفسي مع فرق الرياضية واللايف كوتش اللي بيستخدموا الفرق الرياضية هو المعد النفسي المعد النفسي هو بيعمل ايه؟ هو بيحاول يهيأ الجو للعيب ويشوف مشاكله ومشاكله الزهنية والحضور يعني الوزيشن ده كان موجود قبل كده في الادارة الفنية؟ لا ما كانش موجود في النادي الاهلي لا ما كانش موجود في النادي الاهلي ومش موجود في النادي الوزيشن ده دكتور نفسي نواب يعالج اللي بيعالجه دكتور نفسي لانه عنده مشاكل شخصية اه 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 هو تحضير النفس اكيد طبعا صحيح التحضير النفسي ومناسبة هو في بعض اللعيبة بتالجأ في بعض الوقات لأطباء نفسيين لو المعد النفسي شاف ان الامر تطور عن الحد اللعب معين ممكن يوديه لطبيب نفسي وشوفناها قبل كده في العيبة عالميين يعني مع بولجه سكوين مثلا في انجلترا او في ربورتو باجي ايه المشكلة اللي هو راح ليها لدكتور نفسي اه بالضبط الامور ممكن تزيد عن الحد ومشاكل كمان الشخصية تدخل في المشاكل الممارسة القرط القدم يعني ربورتو باجي ده كان بيروح يقول للوالدته موتيني أنا تعبته من الاصابات مثلا بولجه سكوين كان عنده مشاكل اسرية قدت الى ادمان الخبور يعني نجم منتخب ايطاليا 1999 بزبط ربورتو باجي وبولجه سكوين مع منتخب انجلترا وغيرهم وغيرهم ولسه شايفين واقع مثلا اريك تراوري قريب هنا في مصر وغاب عشر ايام عن الفرقة وغير كي قال كانت كان عندي مشاكل نفسية فالمؤدي نفس النهاردة دوره مهم جدا فالنهاردة المؤدي نفس مع الناد الاهلي مهم جدا انه بيهايق الاجواء دي حتى الناد الاهلي هو بيتدرب وشغلوا لهم السماعات داخل المران لجماهير نادي الودات او اصوات جماهير نادي الودات عشان يهيقلوا الجو كأنك بتلعف امريكا في حمد الخامس شغلينهم والله وعملون رجالة لا دياتوا وبعض الماتش ان شاء الله بس يا ري ده قابل الماتش وممناسبة ارتيت عملها السنة دي برضو كان شغلوا لهم اتخيلوا ان الوقت احنا بنلعب في الانفلد ودي جمهور ليفربول بيغني يوغل نيفر وكالون فدي اجواء حلوة جدا بيخلقها المؤد النفسي وبيشوف مع كل لاعب حتى ذهنيا وحضور الزهني للمباراة وكمان بيحضرك نفسيا لو انت تلقيت هدف هل البطولة راحت ولا هده قدر ترجع تاني يبدأ يحكي معه مواقف وكنا بنتكلم هنا فعلا قبل كده عن كريم بنزيمة مثلا وازاي انه من لاعب الناس بتقول له انت لو خدت الكرة ذهبية الضيحة وانه كان واقف بيسقف وراء رونالدو رودريز وكروس وما بياخدوا الجوائز وهو ما يعاني ما بياخدش اي جايزة ولكن تتحول المسألة بعد 6-7 سنين وبيبقى هو افضل لاعب في العالم وبياخدوا الكرة الذهبية والعالم كله بيحبه